الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحبت الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية هذا تكبر لمقاطع سابقة في مجال اقصاد الجزئي 102 حول موضوع توازن الطلب والعرب demand and supply equilibrium أرجو أن يكون فيه الفائد العظمى لكافة أحبت الطلبة والمتابعين حيث ما كانوا في زمن الكورونا هذا الذي عزلنا عن بعضنا لنفترض الآن بأن لدينا دالة طلب ودالة عرب فنبدأ الآن بدالة الطلب لرفض أنه Q sub D تساوي على اسم المثال 9-2P الآن هذا الثابت هو في دالة الطلب وهنا ميل دالة الطلب فالآن مكتمل لدينا ولدينا دعني أغير اللون الآن لدينا دالة عرض quantity supply تساوي على سبيل المثال سالب 3 زائد 4P حيث P طبعا السعر هنا الكمية المعروضة هذه الكمية المعروضة والكمية المطلوبة Q sub D تساوي 9 ناقص 2P أما الكمية المعروضة ساوي سالب 3 زائد 4P فهنا الثابت هو سالب 3 وميل دالة العرض هي أربعة فالآن السؤال أين نقص التوازن في هذه الحالة في هذه الحالة طبعا يجب أن يتساوي الآن quantity demanded حسب قانون الطلب must equal quantity supply هذا يعني بأن 9 ناقص 2P أمحى بس مشان يعني أوضح الخط أوكي هنا 9 ناقص 2P تساوي سالب 3 زائد 4P ما يعني الآن إذا نقلنا إذا نقلنا السالب 3 إلى هذه الجهة والسالب 2P لهذه الجهة تصبح عندي المعادلة كما يأتي المتساوية الطرفين هنا 9 زائد 3 تساوي 4P 4P هاها بعد إذنكم 4P زائد 2P ما يعني الآن بأن 12 تساوي 6P هذا يعني بأن P التوازنية تساوي 12 على 6 ويساوي 2 إذن هاي أول اللي هو متغير حصلنا على قيمته التوازنية هو متغير السعر السعر التوازني وقيمته 2 في هذه الحالة ننتقل الآن إلى معلومة أخرى نحتاجها أرجع إلى دالة الطلب اللي هي Quantity Demanded تساوي 9 سالب 2P وQuantity Supply أو Supply تساوي سالب 3 زائد 4P من لاحظ طبعا هنا بأن ميل دالة الطلب هنا الكميات مطلوبة المعروضة هنا وهنا سعر الكميات مطلوبة المعروضة فعندي الآن ميل دالة طلب سالب بمقدار 2 وميل دالة العرض موجب بمقدار 4 بلتقوا عند هذه النقطة هذه نقطة التوازن هذه الإكوليبريم التوازن هو عندي 2 ذكرته قبل قليل أنه 12 تقسيم 6 يساوي 2 هلأ نريد أن نحسب الكمية التوازنية كمية التوازنية منعوض 2 هذا السعر التوازنية منعوضه إما في دالة الطلب أو في دالة العرض يعني إذا عوضنا في دالة الطلب يعطينا نفس الجواب الجواب نفسه إذا عوضنا بالدالة العرض ف QD بالحالة تساوي 9 ناقص 2 9 للتوازن 2 ويساوي 9 ناقص 4 ويساوي 5 إذا الكمية التوازنية 5 دعنا نجرب يعني نجربها في Quantity Supplied Quantity Supplied تساوي سالب 3 زائد 4 في 2 ويساوي سالب 3 زائد 8 ويساوي 5 إذن الآن 5 هي الكمية التوازنية أكتبها بطريقة أدق هذه 5 الآن هي الكمية التوازنية التي حصلنا عليها فإذا فإذن الآن أؤكد بعض الحقائق بأن ميل دالة الطلب هو سالب 2 في حين أن ميل دالة العرض هو موجب 4 وأن السعر التوازن هو 2 والسعر والكمية التوازنية الآن هي 5 أتوقف هنا عند هذه النتيجة النهائية وإن شاء الله أكمل في مقطع آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا